قد نقع في حيرة كثيرون يرون أننا بحاجة كشباب عراقي اليوم بحاجة إلى مثل هكذا قانون كي تسقل شخصيته كي تسقل بنيته كي يسقل ولائه للوطن ولكن بالمقابل هناك بيئة وأرضية قد لا تكون مهيئة لمثل هكذا أفكار مثالية عندك دستور من جهة فقرات في الدستور تتحدث عن توازن الطائفي والعرقي في المؤسسة العسكري هاي شو رح تحلهم في نفس الوقت أنت عندك خلافات سياسية وعندك انتماءات هذا مع هاي الكتلة وذاك مع هاي الكتلة وهذا الكيان السياسي حرك الشارع وذاك يحرك الشارع وبالتالي هذا الشارع رح يكون بالجيش يعني رح يكون إلى تأثير كبير أيضا ويكون بيدا سلاح بندقية كيف سنتعامل مع هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم من أناقش مواضيع معينة يعني أقول العالم يعني تتكلم في وادي والواقع وادي آخر يعني هسا إحنا رح أذكرك يعني إذا سوينا في هذا الجيش رح يسوي انضباطية انضباطية رح يروحون على المتخلفين احتياد يكون متخلفين طبعا زين هذا المتخلف إذا بفلان منطقة وورا بفلان فصيل مسلح هذا يا انضباط رح يجي يضربه جامعة ويجيبه يلتحق بالجيش ها يعني سأله هذا السؤال هم مثلا لكن أنا قد أكون أنه 700 ألف قد تغريه بدون ما يحتاج أنه تروح على فلان يعني العاطل عن العمل أو اللي يشتغل شغلات مصححة يجوز 700 ألف تجيبه شوفوا استادي هذا الموضوع يحتاج لدراسة معمقة يحتاج لدراسة الواقع العراقي بداية بداية الواقع العراقي اليوم إذا مدى يعرفون محتمل أنه هسه مرور يقص لك غرامة الواحد هذا يروح يجيب تعرف شي يجيب انته زين ويضربونه بالمرور بنص الشارع يعرفون هم هذا الشيء هاي يومية الحوادث دا صير يعرفوه لو ما يعرفوه محتمل أنت تفوت بسيطرة وأبو السيطرة يوقفوك أنت تتأشل تقول له دروح وإنما تروح روح هذا الواقع ترى هذا الواقع العايشي لا يعني خافي يجملوه لك خاف أنت من غير مكان يقولوه لك لا وماكو يتشي وماكو واحد بظهر جماعة وماكو لا عمي لا شوية درس الواقع أكثر وافتهموا اللي دي مربيه العراقيين بصورة عامة بصورة أكبر وافتهموا كمية السلاح المنفلت الموجودة عدكم بالشارع وتحت مسميات قد لا تنطوي تحت جهات معينة وثابتة يعني ومعروفة اليوم أنا طالبت عدة مرات بالتفتيش أقول من يطلع تفتيش وتلقي بندقية تعال أخي هاي البندقية المن تابعة الفلان أنت بالجيش بالاستخبارات بالأمن بالحشد تعالي شوفني مرجعيتها المن عمي زين هذا الكلام هذا الكلام الموضوعي الرادلي دراسة معمقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر